موسيقى السلام عليكم اشتركوا في القناة بمسان ده بسيط جدا بمسان ده بسيط جدا نوضح الوزمترك مع بعض ونشوف بعينينا ومنعنا منه ونبدأ نقسمها على المسان زي ما تفعلنا من المنتبس من التجاه ده هتحضت الماوس على الواقل هينعورنك المخيط بتاعه بمورن الفكرة من هنا بقى ان انا عايز اوضحرك ان دايما هتجاه الشيطن بتاعك مخطوط زاوة 30 شمال يمين يمين اوض وخطوط قائمة بالشيطن ده كده لان مخطوط نجاب ده القائمة تيجي ان تدرس هواكينجو عايزه منك انك تبسك يجب ان تدرس بسيط جدا وتخسم كله من انت شاهد تماما او تخسم الجسم بتاعك معنا صح من الجدده بعد كده في السترد فيو انك تمسكه بالشيطن ده كده وتخسم ان انت شايفه من الجسم بتاعك او الجسم بتاعك هتلاحز ان ده مستطين ومستطين طب حالما فيه زاوية تالية تبع السرد فيو او 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 واخدت للك المستطين ده تبع السرد فيو بس من الجدد تانية طبع انا عايز اوضح ان فيه نحطة من هنا على الاغتفاع ده فيه حفة هنا كده فتوضح ازاي بدايش من هنا كده وبالتالي انا عادة او او الصرد فيو بتاعها هوا واخدت جاي المداشات مثلا واخدت لعز ان هو الزاوية ده انها يجداش هنا كده ولكن اللي فيه زاوية على الاغتفاع ده خلاوية اكمل واو فيه حاجة منقوطة داخلاء بهم قديمتوا اربعة من الانجليفزيجن مثلا او من البيغام من فور بعد كده البيغام من فور امسك الجسم اروسس على البيغام من فور هتجاين من كان هنا زاوية مستطين ومستطين انت تبع داشده بتاع محفة بتاع الزاوية حتى داخلت بقين جوه لكن اعرفت بهم كده اعرفت بهم كده جوه من البيغام جوه ايشوه دوما طيب زي ما انت شايف في المذكرة تدار تذكر بيسوا المذكرة البيغام عن داخل الصوت فيو بالشكل ده البيغام من فور ايد احمر تساو المذكرة باش منسين انشاء الله انشغر مع بعد المسان ده زي ما انت شايف وانا ببصم هنا البيغام ببصم هنا البيغام ببصم هنا الصوت فيو ببصم من فور البيغام اعايز اتنرى ابعاد التلت مصاكت فعادي كده البيغام بتاعك الارضي بتاع 53 اذا هيكون البيغام 53 اقتفاع البيغام هيكون هنا 25 ازا يكون السلويد دي 25 اقتفاع البيغام اقتفاع البيغام 17 ستقسم تقسيمتك عادي خرجس ما فيهاش اي حاجه اقتفاع البيغام 53 نزال بعد كده هتنزل عادي بجوة اا اا اعتفاة بتاعي الفيجن 25. اعتفا بجوة 20. قد تطويق كده. بعد كده اعتفا بجوة 25 بسبب لي ما سبب. سب واحد صمتي. سابعة عشر انت عندك الشتن هنا بغى اني انا هتخش تلاتة واربعين هتخش مثلا ريكون تلاتة واربعين بعد كده هتنا عفو عشرة بعد كده هتنا عالحد بغى هنا كده بالتلامسة المغربة الزيادة كده بعد كده هتطلح هنا ارجع كده في عندك مغربة بغى انت جايب ايه بغى انت جايب 45 من هنا كده بس الار اطلع اقتفاع سبعة انا اكون انا عامل بغى اطلع اقتفاع سبعة عادي خلص او بعد كده بمسنقذ بزايدة مشيق مده كده وااكد انه هو مستقيم من هنا كده ارجع اعمل اقتفاع خبس ورقين مشيق مده كده وبعد كده ابده امسح الزيادة انجي هنا كده تمام؟ بعد كده انا عايز اتندق الصراط فيو وقتلقك بتاع شاركني في زوايا فبتلق المستوطين كبير انجنت اصلا لقمت انجوا التعسيمة بتاعتك بعد كده عم تريد الزوايا بمده خطوط وانت بصص من هنا عشان بستندق الصراط فيو هتقوم زاويا وعندك تاني زاويا فوق ايه وتارت زاويا هنا ايه وعندك في زاويا موجودة هنا ايه تمام؟ انا بكل بساطة الزوايا اللي بتاعت هتبقى انتبكت عخط الاسمي الزوايا دي اللي مجمت ده بخط هتبقى صورة هنا عشان انا شايفة بعين وانا بص من هنا اما الزوايا دي هتبقى داشة عشان وانت بص من هنا انت ما انت شايف بسبب الجدار ده بالتالي هم جاي عملها ده شمعين هنا تبقى والنفوق هتبقى عخط الاسمي فكده انت لقلت الصراط فيو بتاعك بالنسبة للبجان وعم نفس انك السنادت هتبقى صورة هنا كده الزاوية الثانجة هتبقى صوجة حين كده الزاوية دي بخط هنا كده وده انت بلن بتاعك تبدأ تمسح دي ومسح دي ومسح دي ومسح دي وكده انت خنجصت جسم بتاعك